تنقلنا إلى بلدية تههنى شرق ولاية المسيلة ها هو عمر أكبر فلاح في المنطقة يأخذنا في جولة إلى ما تبقى من مزرعته ليرينا كيف تحول هذا المكان من أرض منتجة إلى أرض جفت عطشا فكرة الأرض هذه خدمتها وشريت شوي شريت وشريتها لي وخدمتها وطيبتها وكل شما لزمها تشوف بعينك شهود عيان ومن 2015 وانا نشكي واحد مرة عالية لهذا اليوم المزرعة هذه راح كانت عمرتها كفر من أربع عقود من الزمن كانت أرض قاحلة خلاص وبعد حياها السيد مساعدة عمر والجنة والآن بعد ما جفت البيرت عورها راح تولي صحراء قاحلة تتواصل الجولة وعمر يحكي لنا قصة سنين من الجهد والتعلق بأرض الأجداد وعمل متواصل لم يشفع له أمام كل اللجان التي زارته من أجل رخصة حفر ولم تنصفه حتى شكاوي المتكررة اللجنة الوقت اللي جات عطاها الولي الصلاحيات جهلتني راهي مرعات شلية تماما والصلاحية تنتعي ها هي كفرها دير المتجتعي تعليف اللحاء وخلوها يبسطوا لحقتل هالذن بوضع لي احنا الفراج موش من اختصاصنا هو من اختصاص مدة الري احنا لنا ديننا ملف وخرجنا لعدة مرات ويستهل كفلاح فلاحوا باعتمعنا الكلمة من خلال قناة النهار نطلبهم من سيدنا مدير الري ام مديرة الري يساعدوا هذا المواطنين ويستهلوا مش فلاحين بزاف مش يغير غير عمر مسعدي هذا جلس الفلاح وهو متعب من جولة طويلة يحمل في يده من خيرات ارضه قليلا بعدما جف كل شيء وحتى دمع عينه وهو يفقد حلم سنين طويلة فمن يروي عطش فلاح يئن في صمت